تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلفي إنجلترا شبهي الإسبوعية اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوال حلقة اليوم بعد الجولة اللي تقريباً ما فهزش فيها حد تشيلسي خسر سيتي يونايتد عادل وليفربولة عادل وأيضاً توتنهامة عادل حلقة اليوم حندخل فيها بنتكلم عن 3-4 مباريات على السريع كالحادة ومنبدأ في توتنهام طبعاً كثير منكم بيعرفوا أنه أنا بحب مورينيو وكتبت كتاب عن جوزة مورينيو هاي ووراي حتى للكتاب بآخر 6 سنين صاروا معاه بعد نشر الكتاب الأول وبتمنى يحمل الدوري وبتمنى يحمل أي كأس وحظرني أغرد شهرين بعد ما يجيب اللقب بس اللي حصل مبارح مسئولية جوزة مورينيو كانت المباراة بالإيد وتعلم جوزة مورينيو درس واضح الفرق المتوسطة والفرق الصغيرة إذا بتحترمها زيادة عن اللزوم تتجرأ بتتشجع والفرق بينك وبينها في العادة هو السهده هي الشجاعة والهيبة ولما تسمحي لتتشجع بروح هذا الفرق الحقيقي رجع الفرق بشكل مبالغ فيه بعد هدف أصلا شبه صدفي لهاريكين وسمح لكريستان فلسي لعب مباراة كاملة وتعادل وشفناه لما ضغط آخر 10 دقائق تنهم كان يسجل 3 أهداف فأتمنى يكون بالنسبة لأمورينيو هالنقطتين درس ثمن درس دفعوا عشان يتعلم أنه اللي بده ينافسه بعيد ويروح يبعد بالدوري بده يتشجع بده يقوي قلبه فيك مباريات خصوصا أنه اللي بيعرف مورينيو في الماضي بيعرف أنه في هاي المباريات الزمن ما كان يتراجع نعم بالمباريات الكبيرة أنا بتفهم يلعب مع ريفربول دفاع يلعب مع يونات الدفاع مع أرسنال دفاع مع تشبس الدفاع بتفهم بس مع اللي أقل منك جودة المنطقة تحاول تفوز بعدين تلعب بتوازن ما بقول تفتح اللعب 90 دقيقة وتيجي تاكل مرتدات لا لعب بنوع من التوازن بحيث الوقت يمشي والخصم يحبط لأنه صراحة أسلوب هذا اللي بعمل ل مورينيو زي اللي بلعب لعبة الحظ أو برقص على الحافة يعني أنه خلينا نجرب ندافع وبيجي جول بتمتأخر زي ما صار في المبارتين هذا الموسم ما بيكون فيه وقت للطعوية الدرس كتير مهم لمورينيو أنه لو حتى لو بدك تراجع لازم آخر 20 دقيقة تقضي على خصمك تطلع لبرة تخلي المباراة متكافية عادية عشان هو يفقد الأمل ننتقل لديربي مانشستر ديربي الخوف بين قسين ديربي اللي ورانا أنه الفرقين ما بدهم يشي فوزوا ديربي اللي ورانا أنه مدربين فقطهم بنفسهم شوي مهزوزة الاثنين رغم أنه ترتيبهم تروضهم بالدوري بعد ما تكتم المبارياتهم حيكون جيد فيه نوع عم بتحس أنه فيه شي جواتهم فيه نوع من التعب الذهني عم بتشوفه عمان سيتي أو كما وصفه جاري نيفل الملل اللي صاحب اللعيبة وفيه نوع من غياب النظام والشكل لمانشستر يونايتد مستمر في كل مباراة مهمة مباراة ما فيه شي جديد يعني جوارديولا واضح أنه تأثر كثير من الضجة الإعلامية اللي بتصير بعد كل خسارة بيخسرها بمباراة كبيرة وتأثر كثير من حقيقة أنه البرميرليج هو الدور الوحيد اللي في العالم تقريبا كل فريق الصغير والكبير عنده 3-4 لعيب كواليتي 3-4 لعيب بيقدروا يخلصوا مباراة فيبدو أنه أراضي يكون واقعي لكن هذه الواقعية كما كل شيء بيعملوا جوارديولا غير متوازنة فبتشعر أنه الفريق مقيد بتشعر أنه اللاعبين مش فاهمين شعرين في مساحات غلط عم بتروح مش قادرين يكملوها كما جرأت العادة بتشعر بشكل عام فيه شيء غير صحيح غير طبيعي مع هذا الفريق لما يفكر يلعب بواقعية وإحنا متعودين أنه جوارديولا بيلعب بواقعية جوارديولا الهجومين طبعا مباراة أخرى بتأكد لجوارديولا أنه في الصيف الجاي ما تروحش تشتري مرة ثانية ضهير وقلب دفاع ولاعب وصم تأخر عشان تصنع كرة تشتري مهاجم عشان كل بناء اللعب وكل ملك الكرة إذا ما في حدا بدخل هالمرمى ما إلو معنى هالشغل فريق هذا ما تقدم عمر أقوير وتكرر إصاباته أصبح محتاج هداف حقيقي يحسم المباريات في المقابل أعتقد صار الجميع مؤمن أنه سولشاير ما بيملك اسلوب كرة قدم خلين سمني يفرض ريتم أو عنده اسلوب خطة رجل نعم بيقدر إصطاد النتائج عنده فكر جميل في المرتدات عنده فكر جميل باغتنام أقطاء الخصوم خاصة بتكلم عن مباريات الكبرى لكن الواضح أنه غير معني ولا يحاول أساسا أنه يكون عنده هدا الاسلوب أو هادي الشخصية للفريق في المباريات الكبيرة لا بيستنى وبيستنى يضرب وبكثير أمور يصبط معاه بس بكثير أحيان ما رح تصبط معاه ولعله هذا اللي كان يتكلم فيه باتر اس ايفرا قبل أيام أنه الفريق هذا أصبح فريق ردة فعل وليس فريق فعل ما عنده فريق عنده أسماء عنده برورو فرناندز عنده أيضا بوكبة ثلاثة لعيدة وسط لما تيش تحض قدامهم راشفورد وفي أكمل لعب الفريق هذا يعني تشوفهم مع بعض بتقول لا هذا الفريق ممكن يمسك كرة ممكن يضغط ممكن يفرض كلمة ممكن يفرض رتم في المباريات الكبيرة لكنه ما بيعمل هيك مرتاح كثير للانتظار والارتداد نحاول يستفيد من سرعة لعبي لكن أعتقد هذا الأسطوب مشكلته أنه حيذبذب دائما حيذبذب مع الكبار من حيث النتائج إذن باختصار ديربي طبع سيء جدا ما عجبنا أبدا لكن أنا مش مظلوم ولا متفاجئ لأنه كن متوقع خسارة يونيتد من لايبزيك أثرت كثير على ثقة سولشاير وأيضا جوارديولا هذا الموسم مش مرتاح ولا العيدة برتاحين وحتى لو جاب الدوري حيجيبه لأنه ما فيش بطل في هذا الدوري الغريب اللي شفنا فيه ليفربول يتعادل أيضا مع فلهم وبقدم 30 دقيقة سيئة جدا في البداية بتذكرنا ب30 دقيقة أستون فيلا فلهم تقريبا كان يطلع بـ 3-0 بنص ساعة لكن طبعا تبقى 1-0 قدر ليفربول يرجع بركل الجزاء سجلها محمد صرار وهذا التعادل خلينا نحكي خلينا ليفربول يوقف مع نفسه طبيعي جدا مع كل هذه الإصابات اللي هي ممكن تكون سوء حض ممكن تكون سوء إعداد بفترة قصيرة لجدول مضغوط مش متوقع فممكن ما كان في نسبيه في الموضوع لكن تراكم هذه الإصابات مرهق تكتيكيا مرهق فنيا ومرهق ذهنيا مع إصابة جوتا الأخيرة في شهرين يعني بيتكلم إحنا عن اللاعبين يعني يبلشوا أنه اللي بيدخل في الملعب بيطلع مصاب ماتيه بأخر واحد في آخر مباراة في شي غلط عم بصير في ليفربول زي ما حكيت ممكن حض ممكن سوء إعداد لكن هذا الشي مرهق للاعبين في الملعب هون بصير الكل الخايف ينصاب بصير الكل بحاول بحس حاله دائما ناقص الفرق مش عم بتطور مش حيقدة يطور فنيا هو يغيب لاعب ويرجع لاعب فهذا أكيد طبيعا يجي مباراة سيئة زي ما شفناها محفولها تيجي هذا الطبيعي جدا لكن أعتقد ليفربوليس شتا لازم يدخل بكل الأحوال ويجيب قلب دفاع إضافي لأنه بكل الأحوال هو أصلا كان لازم قلب دفاع الصف الماضي فبيدخل بيجيب قلب دفاع وبيخلي أموره أحسن شوي ممكن يستخدم فابيني في مباراة مهمة لخط الوسط بعض الأحيان حسب المباراة ولكن هذه الصفقة أصبحت لابد منها بالنسبة لليفربول المباراة سيئة لكن أعتقد طبيعية والكل يعتقد أنه بيكفي البربات الأكارة لليفربول بالإصابات لأنه بالأخير لازم يوقع له مرة أو مرتين ننتقل للموضوع الرابع وأول خسارة لتشيلسي منذ 20 سبتمبر لما خسر وقتها مع ليفربول وهذه المرة جاءت الخسارة مع جار ليفربول الأدود بهدف وحيد من ركب الجزاء تشيلسي اللي قدر يستحولها 72 مليون من الكرة خلق أكم من فرصة لكن مش كافية تعكس الاستحواذ تشيلسي اللي لعب بدون مبدعي بدون صناع أفكاره حاكم زياعش وبوليزيج وأيضا هودسون أوداي اللي كان يكون بعض الأحيان بديه جيد للفريق تشيلسي نقدم مباراة مش سيئة خلينا نحكي لك العادة لما تقول تلت شهور مش خسران وتخسر بتصيب لدراما دائما في السوشيال ميديا وفي الأعلام مباراة عادية تيجي في الدنيا يكون عندك أربع خمس لعبين في أرض الملعب سيئين في يوم واحد الفريق عنده غيابات واضحة الطبيعي إنك تخسر لما يكون خصمك إيفرتون اللي كان بعد الموسم بشكل جيد وماري بفترة أيضا كان سيئة فطبيعي يطلع من هاي الفترة السيئة إيفرتون تقدم سكر الدفاع بشكل مش طبيعي شفناها عم بخلص عم بسكر العمق تماما وعن بقاتل بكل لعيب يعني اللعيب المهاجم وخط الوسط وخط الدفاع الكل ضحة في هذه المباراة كانت مباراة فيها استعداد هائل لإيفرتون للتضحية مقابل استعداد أقل لتشيلسي بعد أخي نسميه جيد للفريق كان طبيعي يتوقف طبعا إيفرتون استفاد كثير جدا من هذا الفوز معنويا لأن شددتي رجع كسب الوقت الهدوء إنه الفريق اللي بدأنا نفقد ثقة فيه هالأنا غلبت لكم تشيلسي اللي ما خسر فمباراة إيجابية لكن فيه نقطتين بدي أحكيهم عن تشيلسي النقطة الأولى فكرة أن تشيلسي سرع نحكي عنه بده ينافس على اللقب هي فكرة قادمة من أنه الأداء الجيد الثلاث شهور وهذا هو اللي رفع المعلوميات أعتقد إلي فيديو زمان من بداية الموسم قلت تشيلسي ممكن محتاج كمان سنة سنتين عشان يقرب يعني السنة هذه والسنة اللي جاي عشان نحكي عنه بنافس على اللقب فهو محتاج وقت أكثر أكيد لأنه معظم لعيب تجاي من برا الدور الإنجليزي فبدهم وقت يتعودوا على الدور الإنجليزي إضافة أنه معظم اللعيب يصاروا جداد مع بعض بدهم ينسجموا إضافة أنه لسه التشكيلة ما كتملت 100% لسه في لعب أو لعبين محتاجهم هذا الفريق فرفع صقف الأحلام رفع صقف الطموحات جاء نتيجة النتائج الحالية لكن لما تخسر ما بتنسى أنك لما دخلت الموسم كان هدفك تأهل لدور الأبطال فكثير مهم هون لنبرد يدير هذا الموضوع مع اللعبين والجمهور يستوعد أنه أنت اللي رفعت صقف الطموح كجمهور وانت رفعت صقف الطموح كلاعبين نتيجة النتائج ممكن يكون هذا الصقف الطموح كان مستعجل والواقعية كانت في التوقعات الأولى هذا أول شيء عشانك أنا شايف الخسارة طبيعياً الفريق ضيع فرستين ثلاثة كانوا محققات عنده أكمل لعب كانوا شوي غير موفقين بنفس الوقت النقطة الثانية بدي أحكيها كيها برد اللعب اللي يجيه بسعر كبير اللعب اللي لما يجيه كثير فيه ناس كانت عم بتناقش وتقول أنه ربما ما كان هو اللي لازم يجي وربما كان الخيار لازم يكون في مراكز أخرى لكن جاءها فرست كموهمة المشكلة الآن مع هذا اللعب شغلتين أول شغل إنه بيلعب تقريباً بغير مركزه يعني زي ما شفنا بيلعب جنح يمين ببعض أحيان مرة بتلقاه بيلعب مهاجم مهمي عدم وجوده في مركزه طبيعي إنه ياخد وقت إضافة إلى شيء مهم كثير لعبين خاصة من هذا النوع من السرعات تاعة هاورتس اللي مش كثير سريع لما يجيه على البريمير ليج أولها بياخد وقت بياخد وقت كثير تيستوعب كيف يتعايش في البريمير ليج فلو أنا ما كان لامبرد بس تسلم مع هاورتس هذا الموسم لأنه أنا دخلت الفترة المضبوطة تاعتين كورت القدم في عندهم يعني عندك سبع مباريات تقريباً بثلاث أسابيع فأنا بتجنب كأنه مش موجود هذا اللعب وبلحب بالمنطق باللعيب الصح بالمراكز الصح هاورتس ما رح يزبط جناح هذا واضح فما بحطوا جناح وبحرقوا أكتر لا بتجنب أني أضعوا جناح وبنفس الوقت بصير شوي شوي أدمجوا بالفريق ربع ساعة هون عشرين دقيقة هون مباريات كأس يعني أظن أني أعطيه هون مباريات لعني بلش ينسجم معي بفريقي بنسى الموسم الأول كثير لعيب يجو على إنجلترا في الموسم الأول ما عملوا شي بعد ذلك انطلقوا وانفجروا فلمبرد لازم ما يحاول يفسد الفريق عشان لاعلم هذا هو الأكيد هاورتس ربما طول الموسم ما يعطيك وربما بعد أسبوعين ثلاثة ينسده ينفجر ويكمل الأخر الموسم فس ما في داعي يبدأ فيه كثير بمركز غير مركزه لأنه النهاية حتكون غير جيدة هذا هو مجمل كلامنا عن أسبوع الدور الإنجليزي كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك توتير الإنستغرام وضروري جدا نتابعوني على سيفيس بورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة